اما اللي غلطوا مايه ما غير شعو فين كانوا حشكا من اللي مايه بحال بحال ما كندنش الفرن بك يبقاوش فيه واشال بالبالا كيرا عدب لما نصيكم ديرونا لايك ومونتر السنب داو البطل دي الفيلم غدينش طفولة بائسة بو غد يحبسوه مع الكلاب وغد يبقى عايش معاهم مدة طويلة للدرجة انه تصاحب معاهم كون معاهم عصابة كيسرقوا مع بعضياتهم كيسرقوا معاهم وغد يشدوا واحد الشاحنة في الطريق شكو فيها وفاش غد يحلوا الباب غد يلقوا بالشفر واحد المرة ومن اللي طلب منها تطهي الوراق قلت له بلي نسى كل شي في الدار الدابط غد يشك فيها وغد يفتش ذكر كاميو وغد يتفاجئ من اللي غد يلقاها عامرة بالكلاب من بعد غد يدوها البوست وغد يتصلوا بالمحقيقة إيز وفاش مشات البوست غد يتلقى ذاك المرة اللي شدوها وغد يكون قاسها في واحد الكرسي متحرك ومضربة بالقرطاس في ظهرها ولكن من اللي دارت ذاك المرة غد يتكتشف بلي هي أصلا ماشية مرة راجل ومتنكر في هذه أدية العيالات وغد يقدم رسول إيف وغد يقول لي هبلي اسميته دوغ أنا إيف غد يتسوله عن القصة دياله وكيفاش تعرف على ذاك الكلاب وغد يقول لي هبلي كنعيش في واحد الأسرة فقيرة مع الأم دياله والأب دياله وخوه وغد ينعرف بلي الأب ديال دوغ كيربي الكلاب وكي يدعون باش يتقاتلوا في المبارايات ديال القمر ودك الشي علاش كنحبسهم في واحد القفص وكي يجوعهم وما كيعطيهم شي يأكلوا مدة طويلة باش يجعاروا وغد يكون ريش كيعا والأب دياله في تربية ديال الكلاب ولكن دوغ والأم دياله كانوا متعاطفين معاهم وكي حاولوا يعطيهم الماكلة وكانت في ملء أم دياله وكيفاش تعطيهم ياكلو كي يحصل على الأب دياله ويبقى كي يضربها أنا دوغ غد يقرر بلي هو اللي غد يتكلف بالكلاب ويوكلهم بالتخبية واحد النهار خوه ريش غد يشوفه وغد يمشي وغد يوصل الخبار لأب دياله أنا أبوه غد يتعصب وغد يحبسه في القفص ديال الكلاب وقال لي بلي من هذ اللحظة غد يتبقى عايش مع الكلاب حتى تموت أنا القوم دياله بقى تكاتبكي ومعرفة ما تدير ليه اللي قلت له قررت كي تهرب من الطار ومشتل عن دوغ وقالت له بلي هي حاملة وبلي هي بغى تهرب من رجلها بلي طفل جديد اللي غد يتولد يعيش حياة زوينة وبقى تكسر ميلي بزاف ديال الطيس ديال الماكلة وباش يخبيهم ولكن دوغ ما بغى شي يقرب وحده وغد يفتح ديال الطيس وغد يبقى تفرقهم على الكلاب غد يدوز اليام ودوغ غد يكون محبوس في ديال القفص مع الكلاب وفاش غد يبرد الحال وبتكي تحت تلج بكلاب كابنة غد يتقرب من دوغ وغد يبقى يلسقو احدها باش يدفيوه ويحميوه من البرد ووحد نهار ريج غد يبقى كيتنمر عليه وغد يعلق واحد لفيته كبيرة وكنكسب له فيها رجل الكلاب ولكن دوغ غد يبقى من بعد بلي كتعجبوه تكل جملة ويتش يحيتش من اللي كبر او مشهور بهذا الاسم وحد نهار غد يجي عنده واحد كي يسكن في الحياة لحدهم وغد يعطيه واحد لكلب صغير للقع في الشارع انا دوغ غد يفرح بزاف وقرار باش يربيه مع الكلام وبالمقابل سولوه اشنا قدر نعاونك في شي حاجة انا اخوان غد يقول لي بلي واحد الرجل ديال العصابات يبقى يهدد الام ديالو وقال له بلي اسميته دياجو وبليك يطلب منها الفلوس مقابل الحماية انا دوغ غد يهدر مع اخوان وقال له يصير هدر مع امك وطمنها بلي ما غد يشي ولي اديها من الاخرى من بعد دوغ غد يلبس الحواج ديال العيالات وغد يخرج للشارع في نفس الوقت رجل العصابات دياجو غد يكون في البار شوية غد يشوف واحد لكلب صغير دخل عليه وغير وصل القبالت وغد يحط لي واحد تليفون صونة التليفون وغد يجاوب عليه وغد يكون دوغ هو اللي يهدر معاه وغد يحطي الإشارة لكلب اخر وغد يمشي كي يجري للك البار وغد يعطي ايكو وغد يسمعه من التليفون كي يتألم وقال له بلي هذا الكلب ممكن يقتلك في تواني وقال له إذا بغيت يبعاد منك خاصك تسمع شنو غد يقول ليك وطلب منه باش يبعاد على المرة اللي يهددها وما يبقاش ياخد من عندها الفلوس مرة اخرى غد يوافق زعيم العصابة وغد يرجع الكلاب بحالهم من بعد دوغ غد يرجع لمخبأ السري اللي يعيش فيه مع الكلاب وغد يحيط كاعدك الماكياج اللي كان متنكر بيها وغد يكون فرحا بزاف حيث كي يدير الخير لغد له ايفا غد تكون غادة للخدمة وغد تكون كتدر مع الطعليق ديالها في التليفون وغد ينعرفوا بلي الطعليق ديالها كي يهددها بلي غد يسترق ليها وولدها من بعد ايف غد يتوصل للك البلاسة اللي كان يعيش فيها دوغ مع الكلاب وغد يتشوف بلي كان بزاف ديال جوته التمى والعالمات ديال القرطاس وغد يتفهم بلي كان شي مع راكب القرطاس في ذاك البلاسة وغد يترجع لكسم الشرطة وغد يتلقى دوغ وغد يتشوف بيكمل لها القصة دياله وتعرف شنوقها وغد يتسولوا كيفاش تخرج من ذاك القفص اللي حبزو فيه الاب دياله كان لها واحد النهار كان جالس في القفص مع الكلاب دياله وكانت يربي واحد الكلاب يلا يتزاده وفاشخوه غد يسمع الخبار غد يمشي وغد يقول لها الاب دياله الاب غد يتعصب بزاف وغد يأخذ البندقية وغد يمشي عنده وكانت يصار جهة بشي قتل ذاك الكلاب اللي يتزاده ولكن دوغ غد يتعصب بزاف وحاول يمنعه بشي ما يقتله مش وملي غوت عليه الاب دياله غد يتعصب بزاف وغد يتربلي يديه بالقرطاس انا اخو غد يخاف وغد يدخل الاب دياله بشي هدنه اما دوغ غد يلقص بعطار وغد يدروف واحد لميكا وغد يعطيه الكلب الصغير وغد يوريه تصويره ديال طواموبيل ديال البوليس انا الكلب غد يخذ ذاك الميكا وغد يمشي كي يجري عند البوليس وغد يحط لهم سبعة ديال دوغ باتل بار بريس وغير شافوا البوليس غد يفهموا بالدوغ بغي يوصل لهم شي جاربة وقعت في ذاك الحي وغد يبقوا تابعينه حتى يوصلوا لدار ديال دوغ وغير شافوا ما نوقع عليه غد يشتدخل وغد يجيو رجال اسعاف وغد يكتشفوا بلاد ذاك القرطاسة ضربت في الحديدة ورجع عطل دهاره وبقت مستقرة في نخاح الشوكي دياله وبسبب هذا القرطاسة دوغ غد يتشلله موقع قادر يزيد وهي شيء حتى القطيب مقدروا يخرجوا ذاك القرطاسة وقالوا ليه بالإلاج بدوها غد يكون خطورة على حياته وغد يحكموا على الأب ديال دوغ بعشرين عام ولكن من بعد جس يمانات في الحبس غد يقتل راسه أما ريج غد يتحكم عليه بطناشر عام وغد يدو صغير 8 سنين وغد يخرج والنهال اللي غد يخرج في ريج من السجن غد يكون واحد الكلب ديال دوغ مقابله وغد يبقى تابعه ويجمع الكلاب غد يحاصره في واحد الزاوية وغد يجمع لي عادة كبيرة ديال الكلاب وغد يقتله ايه تأثرت بزاف بعض القيصة اللي كتسمع وكتل دوغ بالتقارير كتبين ولمليش تبدو الأب دياله وخوه سيفطول واحد الخيرية وغد يبقى كيعود لأحياته كي كانت في الخيرية وكانوا صحابه كيابني يضحكوا كيتنمروا عليه حيتش ما كانش قادر يوقفوا يلعب معاهم وغد يكون توحش الكلاب اللي كان ديه ما عايش معاهم اهنا سالمة غد يتعاطف معاه وغد يتقرب منه وغد يتبقى كتعلمه كيفاش يقرأ وغد يتعلم القراءة وغد يبقى كيقرأ الروايات اللي كدش يبليه السلمة من بعد غد يدخلوا البصرح وغد يبقى كيمتل معاها وغد يتعلموا كيفاش يديه الماقياج باش يتنكر من بعد مدة دوغ غد يبقى كيبغي سلمة وغد يتعلق بيها ولكن واحد النهار سلمة غد يتخرج من دار الرعاية وغد يتسافر لواحد المدينة اخرى ويتشي حتيش واحد الموخر يشافها وحجباته الموهبة اللي عندها داس اعوام ولد سلمة ممتلة مشهورة وغد يكون دوغ خدام مودي ذي الواحد الملجأ ديال الكيلان وغد يكون دوغ مازال كيبغي سلمة وكنت يجمع الأخبار دياله ويجمعها في وحد المجلة ووحد النهار غد يمشي عندها المسرح وغد يعطيها ذلك الكتاب ومن اللي فرحات بذلك الهدية قرار باش يصار حاوي يقول لي هابلك يبغيها ولكن غد يتسدم اللي غد يتخلمه خريج وغد يكتشف باللي تزوج بيها دوغ غد يحبس دموعه وغد يبارك السلمة وغد يمشي الملجأ ديال الكلاب وغد يبقى تيبكي وغد يتعصب بزاف وغد يحاول يوقف على عجليه وغد يبقى كيحاول يهرس ذلك الكورسي المتحرك وغد يتشف بسبب العجز دياله خسر الحب اللي كانت يبغي وغد ينهار وغد يطح في الأرض هنا الكلاب كاملين غد يتعاطفوا معه وغد يبقوا كيفتحوا ذلك القفوصة وغد يخرجوا وغد يقربوا منه وغد يبقوا كيحاولوا يوسيوه لغد لي غد يجيو حد شوج يرمو الطعفين وغد يطلبوا من دوغ كي يخلي ذلك الملجأ وغد يحتي الحكومة ذلك الولاية قررت كي تبيع ذلك الملجأ دوغ سيسولهم على المصير ذلك الكلاب وغد يجاوبوه وقالوا لهم اللي غد يهتمو بهم وغد يطوى يومين كي يجمع حوايش ويمشي وفي ذلك اليومين دوغ سيلقى وغد يأخذ قاعد ذلك الكلاب اللي في ذلك الملجأ وغد يعيشه معاه من بعد دوغ سيحاول يقلب على خدمه كي يصرف على راسه وعلى الكلاب وغد يلقى الرجال متنكرين في الهيئة دوغ يقدموا واحد الفقارات دوغ سيتفكر الأيام دوغ اللي كان في دار الرعاية وفاش كانت يمثل مع السلمة وغد يمشي لعندمون البار وغد يطلب منه باش يخدموا وغد يوقف دوغ وغد يقول لي بليه وكي عارف يغني رمو الضافين كابلين سيتعاطفوا مع دوغ وغد يحاولوا يقنعهم وغد يحاولوا يقنعهم البار باش يخدموا وقالوا لي بلي غد يبقوا يعاونوه باش يوقف على رجليه وغد يجي أول نهار لدوغ في الخدمة وغد يتنكر في الباس دي العيالات ومن بعد صحابه غد يعاونوه باش يوقف وغد يتفتح السيطار وغد يبقى كي يغني الجمهور كلهم غد يعجبهم الصوت دياله وغد يبقوا كي يصفقوا ليه وغير تسد السيطار غد يطيه وغد يجي وصحابه بالزربة يعاونوه باش يركبوه في ذاك الكرسي المتحرك واخا كان دوغ خدام في ذاك البار الفلوس اللي كانت يجمع مكانش قاعدته ووحد نهار دوغ كانت يودشت الماكلة للكلاب وكانت يقرأ المكونات ذاك الوصفة وغد يتفاجأ بلي الكلاب يسمع ذاك المكونات ويجيبوها له وغد يبقى مستغرب من الدكاء ذاك الكلاب وغد يقرر باش يستغل هاد المرحلة بدك يصفتهم الفلاس ويسرقوا ليه الفلوس ومجوهارات غد يبقوا الكلاب يطلعوا مصطوح وقد يدخلوا من السراجم يفتحوا الباب الكبير ومن بعد ما تفتح الباب يدخلوا واحد العدد كبير ديال الكلاب ويبقوا يطوروا في الفلتات ويخملوا اي حاجة غالية واحد النهار واحد الكلب غد يسرق واحد العقد غالي لغد ليه غد يجيو البوليس باش يسولوها وغد يكون مستغرب كيفاش تسرق ذاك العقد وخد يروح الجهاز امني كبير وغد يطلب منها باش يشوف تسجيلات ديال الكاميرات ومن ما这么 كاميرات سيلاحظ بي احد الغد يجيو الباب صغير ولا سرق ذاك العقد وmezت يريحك في القنابة والكتشرق بعض العمليات من السرق Elle في المدينة و Estبقى يتبع وناسها من الكاميرات ونرى القناب見 حلاغ الغد يدخل واحد الكامير ومن خلال رقم ذلك الكامير وغد يستخدم قريثه تعوده قضي الصغير وغد يراقبه حتى يعرف المقرذيから لغد لي أامن أتمي 있으니까 ولكن سأخاف بني ستجل أحد الكامير بتحياح بالتالي خاف منه جبت عليه الفردي اما دوك غادي يشوفه في الكاميرات وغادي يفتح له الباب باش يدخل وغادي يطلب بالكلاب كاملة باش تغبر وما سبقاش كتبان انا كريس غادي يدخل وغادي يهدر مع دوك وقال له باللي راح عارفه كي يصيف بالكلاب وكي سرقو ليه وقال له من الاحسن انك تبدك المجوهرات دابه وتسلمها وهذا شي باش تخفف عليك الحكم ايلا عطا ذاك المجوهرات كاملة يقدر ما يبلغش البوليس انا دوك غادي يفهم باللي كريس طامع في ذاك المجوهرات وغادي يقول لي دوك بلك يسرق ذاك المجوهرات باش يعاول الفقراء ومحتاجين وما بغاش يقول لي الخزنة اللي مخبي في هادك الشي كريس غادي تعصب وغادي يضرب الفوق بالقرطأس ومن بعد دوك غادي نعطليه الخزنة وغادي يعطيها الرقم السري وغادي يفتحها وغادي يلقاهها عامره بالمجوهرات ولكن شوية دوك غادي يضغط وسيعطي واحد الإشارة للكلاب وسيجمو كاملين على كريس وسيقتلوه ايه سيتأثر بهذه القصة مرة أخرى وقال دوك بللي راهرتك بجرائم بزاعة وخاصه يتحاسب عليها وقالت له بللي هو ممكن يواجه العقوبة دي الإعدام دوك بللي هو قعمه مهتم وهذا شيء حتى يعتبر نفسه مئة أصلا وأنا سيطلب منه بشيحكي لي على النهار اللي تشد فيه قال لي ها كان في المقرر دياله كيوجد راسه بشي الملحة الليلة يخدم نفس الوقت دياغو ورجاله سيكونوا شدوا أخوان وبقوا يضربوه وعددوه وحتوره من بلاسة ديال دوك ومن بعد مكاله من المقرر سيقتلوه ومن اللي وصلوا لمقرر سيأمر رجاله بشي يقتلوا الكلاب ويقتلوا دوك دوك سيخاف من اللي يسمع الصوص ديال القرطاس وسيشوف دياغو العصابة دياله في الكاميرات هدر مع الكلاب دياله وقابرهم بشي يستعدوا الحرب خرجوا الكلاب من البيت وبدأوا ينتشر في واحد الأماكن معينة أما دوك سيأخذ السلاح دياله وسيخرج من بلاسة سرية في هذا الوقت دياله سيحاول تخدع الرجال ديال دياغو وسيبقى تحاول تستدرجهم من ذلك الفخاخ اللي يدير لهم واحد الكلب صغير سيتخبف واحد الحفرة وغير قرب لي واحد من العصابة سيجروا من عنقه ويقتلوا في نفس الوقت واحد الكلب سيكون مخبيب الشيء الأخرى وسيتسنى حتى سيتخل عليه واحد من أفراد العصابة وسيشد الكابل دياله ويضعه في الماء ويقتله فضل فتا واحد من أفراد العصابة سيكون مخبيب الشيء الأخرى ويقتلوا واحد الكلب صغير سيخرج فيه دوك وسيطربوه بالقرطاس واحد من أفراد العصابة سيسمع الصوس ديال القرطاس وسيمشيل عن الدوك ولكن سيصدم من اللي سيجلقى واحد المجموعة ديال الكلاب من موراه سيجلوه بقى كي يغوط والصوس ديال الغوات دياله تسمع في كاعدك المقر في نفس الوقت الرجال ديال دياله سيبقى كي يخافه ويجي قبلتهم واحد الكلب صغير ويهرب وفجأة سيطبعوا واحد سيطح في واحد الفخ ويكون حفرة كبيرة وعند يمشي الصاحبه بشي يطمن عليه سيدفعوا واحد الكلب آخر ويطيحوا تهوه من بعد سيخرج فيهم دوك وسيبقى يضربهم بالقرطاس ولكن ديالك وسيقدر يشوفه وسيطربوا بالقرطاس وسيطيح دوك في الأرض أنا دوك سيمشي لمقر دياله وهو مضروب في دهره من بعد سيدخلوا عنده ديالك وسيزالي السلاح وفي الوقت الذي سيقتلوه سيجمع لي ثلاثة ديال الكلاب ويقتلوه وفجأة سيتشت دوك البوليس لم يكن يعرف ماذا سيطير بذلك الكلاب وسيطمنه دوك وقال له بليرهم عارفين فيين سيبقى وبإشارة واحدة منه وقع الكلاب سينزله من الكامية وسيغبره ايف قالت دوك باللي هي أغرب قضية كتحقق فيها وقبل ما تمشي سولاته على شتاق فيها وعود لها القصة دياله وسيقول لها دوك باللي كان واحد الحاجة مشتركة مبيناتهم وسيتعرفوا باللي عارف القصة ديالها تاهية وفجأة ايف من المركز ديال البوليس وسيتنتابع باللي كان واحد لكلب حاضيها ولو سيقتلوه في الصبح الكلاب سيقتاح من المركز ديال الشرطة وسيجمعوا على الحراس ويأخذوا السوارس وسيمشيوا الزنزانة دوك ويعطيوا السوارس باش يهرب وفجأة خرج سيلقى الكلاب كي تسناوه وسيحاول باش يتمشي شوية على رجلية حتى يوصل الكنيسة ولكن اللي ما كان شرد لي لبال هو ان القرطة ستحركات من وخاع الشوكي دياله وسيطيح دوك في الارض ويموت وسيجمعوا واحد العدد كبير من الكلاب جهته وسيبقوا حزينين ويودعوه لغد لي ايف سيطل من السرجم وسيطلقوا واحد الكلب كبير كي تسناها وسيسفن باللي دوك هو اللي سيفتلي هذا الكلب باش يحضيها باش ما يخليش طاليقها يسرق ليها البنت كانت هذه نهاية القصة كان معكم أخوكم سيم بليكس تا الله موسيقى